موسيقى موسيقى نرجعنا لكم إخواني أخواتي على أمواج إداعة ميديا وضيفي الثاني في حلقة يوم 13-15 نومبر 2016 فنان شاب مغربي اللي اختار لون موسيقي اللي تبدع فيه كتر من نقوله عنده كتر من 13 أغنية تغني الراپ اليوم غنستمعوا لبعض الأغاني دياله وغننقربوا لكم لأن تجمع ما بينك الكتابة والتلحين والغناء نقوله الراپر إسماعيل فخردين مرحبا بك مرحبا بي عندكم وشكرا للصدافة وأنا فرحان بزاف نكون في هذه الإداعة اللي مغاربية وعندك صار من 3-4 مليون كيسمعوا له وأنا واحد مننا في المغرب 3-4 مليون وربعمائة ألف يومي ينتي يسمعوا الميديا يعني أنا واحد من فان دا الإداعة وفان ديالك نحن الله يحفظك شعال في عمرك انت 23-20 نعم فان وفان عندي شعال هذه أنا ما ناحية إعلاميا كوس باقي ما كان عارفك يعني كوس كانت صار تصفرط لك في الأفلام مع الساعد الناصيري بزاف لأن تلك الفيام كانت يعجبني بزاف مي متخوص نتضمند موسيقى بديس كانت صار نتصفرط لك نسمع بديس كان مرحبا إذن تانا فان ديالك تبارك الله شكرا بزاف شعرف ليلي والله شعرف ليلي والله شعرف ليلي إذن تغابر يس يعجبك الراپ زاف علاش شنو شنو لي بدلك حياتك وشنو لي خليك أنك تتعشق الراب وتتغنيع الراب في وقت للناس للشباب في الجيل ديالك في العمر ديالك بشول هاد اللون ديال هاد الموضة ديالآن هاد الاغونية وهاد الموجة ديال الاغونية المغربية الشبابية الخفيفة كل واحد شنو تيعطيها علاش الراب الراب لأن الهدف بالنسبة لي أسمم شغراء أسمم فلوس أسمم بزيال الحاجز لأن الراپ كارتاح فيه أنا بالدس كنكسبدك شي اللي كنحس به اللي كنعيش به مه ولكن هاد شي اللي تتحس به تقدر توصله في لون موسيقى آخر لا خصفة الأغنية المغربية ده بمتفق لأن ده الأغنية يركزوا على البوز يعني يقول لك عدد المشاهدة ولا كده تتركيش على هاد شي ما كنركيش على هاد شي يكثر ما كنركيز لك كلمة ديالي لأن الراپ مي كنكسبش حاجز كنحس بيها أو لكيحس بيها والحومة ديالي ولا صاحبي يعني أنت تكتب على ذاك شي اللي ضاير بك تتعيش يعني وكيقول لبراب ولي لك ذاك شي اللي كسبت سهراء كده 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 كيف فرحة ديالي وكيزيد نفتراح يامي كيطلق شي واحد في الطريق يقول لك ذاك الأغنية اللي كسبسيها والله العادي ملاك كيدا واحد صاحبي أو لليلي ولك دا كيزيد يفرحني ذاك شي هذا كيزيد يخليني نكمل فات شي هاته ماذا هم المواضيع اللي تتطرق لهم اسمعي الفخر الدين مواضيع الشمعية إنسانية سياسية لأنه كان مواضيع سياسية مزا في طريق ومهم من غير عاطفية مدهك ما تديرش العاطفية لا الراپير ما خاصوش يغني ذاك ماشي قضية ديال هيداك لأنه عاطفيا بزاف كيغني وكل شي اللي كيبغي كيركز لك الرجوع عن ديك الهدر ديال بوس تدوي على اللي غابر ولا الأغنية الأخرى لا اللي غابر لأنه كينا اللي غابر اللي كيبغي ويطلعوا دغية مهم كيغني لك كيرجع عن مواضيع عاطفية باش كيعمل لي فان بنات وكدع باش كيبان ومزيان لا بالنسبة لي لأنه ما شي هذا هو الهدف ديالي مهم أنا الهدف ديالي ونعملوح الحاجة اللي كنعيش مهم مزياني كيما كان قول كان قول اللي كان عيش وكان عيش اللي كان قول هذا وشي عابده مزيان هذا الشي على دقاتي تقول واتبع به مزيان ولكن عبتاني الحب عبتاني مقدرش نعيش بلا حب شوف الحب وحل حاجة أسمع وحل حاجة أعرف بزيان شير وحل حاجة أعطاها النلا سبحانه وتعالى يعني وخاتكم ما قتحبتها وحضرة قتحب نفسك إذا كينا الحب ولكن من نسبة لي لأنا في موسيقى ديالي ما كيناش الحب ممكن مازا ما لقيت الحب ديك ساعة عدت بدأ تكتب منت بقي صغير الحب صراحة منتصر أنا مغيش ندرق لأجيادها لأن أنا دوس أول قل يجيبها من الأخر لا مش هذا ولي خلاني مبعد لا لأنا أدي قصة لا واخا قول لا ما تقول لا أنا ما أقول لك شيش نجاين ما أعودها شي أصلا شوف كينا الحب أنا ما كيش حب العاشق للعاشقة والعاشقة للعاشقين حب الوطن حب الله حب الأخ حب الأستاذ حب الأستاذ نعم إلا ما قلت شي حب رأى أي واحد كي يبغي نفسه نعم فهمتيني ولكن أنا ما قلت لأنا كينا بزاف كي غنو وانت تترتاح فيه وانت متفق بأي السفة خردين بأن الفن هو رسالة خاصة موصلوشي حاجة ضرور شي حاجة تكون زوينة اللي نقدرون نعالجوا مواضيع وكذلك نسلطوا الأضواء على حواج لما نقدروش الناسي هضروعوا لها ونكين تاني بقى دكشي في كلام الموزون وكلام جميل ونقيم ودكشي لأنا بزاف ونقطعكو حدقيقة لأن بزاف شبروا تثقافة ديالراب امريكان قال لك احنا في حاميريكان كي غني ليجا تلو في دقموك يقولها احنا راما نشي في حاميريكان احنا مجتمع ديالنا احنا مجتمع عربي اسلامي مغريبي احنا مجتمع خطوط حمراء احنا راما نعملو راب نعملو بتثقافة ديالنا نعم بتثقالي ديالنا نحنا باش اللي كتسمعو دبعني مثلا أنا قالس دبعا أنا الوالدة تسمعو الأغنية ديالي في الراديو مهم كنت تسمعو وانووجي حمار كنت تساخر بالليادك ولده تبارك الله عليك كنت تسمعو الكلمة مزيانة يعني لا اسمعو الأغاني ديالي كاملين الحمدلله تلتاشر أغنية ما فاتشي حاجة ما فاتشي حاجة لا ماشي لا بالنسبة لنا إلا درنا كي نوحل الكلمة فوحل موضوع لا عمش نقولك ماشي مزيانة كنا جيها عندهم ماشي مزيانة وجيها مزيانة يعني منطقة في المغرب عندهم ديالك الكلمة عادية ومناطق أخرى إحنا منطقة ديالنا الحمدلله عادية وقدر اسمعو الأغاني وانك انت يا انت خاسك ما تتبقاش فنان ديال منطقة انت فنان ديال المغريد وديال الوطن العربي يعني خاسك المرة جاية ترد بقى لك أنا الحمدلله ساير دابا ما عقولكش مكساس بشي خبرة كبيرة وانت تبارك الله غادي غادي تكتن ولكن مت لقص ديال الأغنية وستشرت مع الناس والناس دخلوا عليهم ضربي ضربات قالوا لك عافق الكلام يعني عاد السافت يعني احنا تزمي تجارب حياة تجارب متافق معك وتبارك الله عليك سيسماعيل فخر الدين شكرا انت يا فنان احنا تنكتشفو وتنكتشفو كتانا مباشرة انت تتكتب وتتلحن وتتغني الحمدلله تدخلتها وحد يكون معك طرف الخبز لا مش قديد هيدك مش قديد هيدك ديك الإحساس اللي خصنيان اللي هيكون في الأغنية ما كنتظنش عن تهلي شي واحد ما كنتظنش عن تهلي شي واحد ما كنتظنش عن تهلي الراب يعني ما يقدرش يكسب لك الشي اللي خصنيان يمكن في أغاني آخرين الله أعلم الاغنتا الراب اللي تأثر تيبين بين الراب old school new school شنا هو الراب يعني الراب كان غني under بزف يعني هو اللي أما old school خليه الناس قدامي سباح وخمسين سباح وخمسين مش دينا نحن مش دينا لكم تمام لا احنا خصنا مفكروا بشي حاجة جديدة جديدة شنا هو اللي فنان الراب اللي تأثر تيبي وني كنتي صغير يعني في العالم وش في العالم ولا يفضل اللي بغيتي شكو اللي تأثر احنا الراب باش بدينا في الحومة يعني ما بدينا شي يعني حيث أثرنا بالراب حيث عجبتنا ديك الموسيقى شنو اللي عجبك ديك الناس شوفنا شي حاجة جديدة جاءت للمغرب بغينا نكسلشفه من درجة أنا بقينا نشوفه في ميريك الأفلام ديالهم في موسيقى ديالهم بدينا نسمعه ديك يعجبنا ديك الشي هادك منهم مسلم بيك اللي مشرفيننا في العالم الحمد لله هلو خارج المغرب شكون لنا شكون الفنان حاليا دا با اللي اللي خلاك اللي تتحلمت أنك تكون حالو أو حسن منه حاليا دا با كان واحد أغتست واعر بزافك يعجبني ولا أغتست يجبني يسمعه بزاف بزاف ولا أغتست عجل جديد لا دا سينة قلت للي كي يعجبك لا أنا تنورك اللي يخليك أنك تدير راب لا للي خلاني تدير راب ما كينساش رابور لأنا الراب من اللي يسمعه سو عجبني بغي نكسب سينا لأنا تفرش الأفلام ديال اميني تفرش في سي سان تفرش ايزي تفرش 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 يعني ما كينساش رابور ولا خلاني ندخل نرى شنو الفرق بين الراب ويتكون تايا دبايا سيسماعيل فخردين أنت الضيف ديالنا في حلقة اليوم أنك عارف الراب من جا وكيف هش بدار الراب وإلا بغينا نهدرو الراب صعب لأنه احتفت شكل دو الشكل مسلم مسلم عمار الراب كان تتعبوا مننا لأنه كلمات وعري بزاف وانا بيدي راك نسمع له كلمات واللحن ولكن اللي يزاد بالراب في المغرب هو ديزيدروس ديزيدروس كانت السلام لأن الكليب اللي اللي يجي تشوف في حلقة تشوف في حلقة تشوف يعني بلنور الكليب لنورم انترنسون يعني المسلم عملي ديزيد الكليب اللي في نيفو ديزيد المسلم مثلا خسو عملي شيكليب شي حاجة اللي واو ديزيدروس لقيمة وساش ديزيد 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 راك انتووجه جديد عو تاني في اليماج ديزيد المسلم في الكليب على حسب الموين عو تاني وكلا واحد نسأ في مغرب كيقولوا كينغ او لغوات ديزيد في الراب يعني يجب سعمل شي حاجة اللي ديزيد يزيد يتيق في الكثير نعم مثلا أنا لقد كنت في شي نيفو اللي كندخل مرة شي هذا إذا قدر تشوف حاجة اللي كنشوف احنا احنا في مريكان في الإنجليز ايلا سماعي الفخر الدين هضرنا بزا بغينا نسمعو شنو تتغني شنو نكترحو على المستمعين باش منبداو يلا اختر لي بغي سيسي يلا شنو نير حاسس بقيمتك يما ديالي ولا حسيت بقيمتك ولا عمري ضنيت شنو اللي بغيت انت حاسس بقيمتك تعجبني بزا علشة تعجبك الاغنية اللي سنسمعو الان الاغنية حيث واحد الحياس انك انت تطلع عن الغربة وكتحمق انك تطلع من بلاد ما هجر اللي قطلع كتتوحش بلادك كتوحش صحابك كتوحش خوتك وكتعيش واحد الحاقرا في ديالك كتتمنى ترجعن بلادك وما كترجعش نسمعو اسماعيل فخر الدين بحسيت بقيمتك حسيت بقيمتك كانت قطعا مع اسماعيل فخر الدين هو الضيف ديالنا من خلال برنامج موزاييك فنان اللي تيكتبو تيليحنو تيغني عندو 13 اغنية فهل 13 اغنية ديرتي دو كليب كانين دو كليب اه غاتبان صغير وكينة الاخرى غعمك نسيق غعمك نسيق الآن دابايا كينة الجدي تتشتغل عليه ما تبارك الله عليك تتخدم بوحدك ولا معك فارق اللي تعاونك لا كينة الحمد لله كينة اللي كيخدم معي دابا أصلا دابا من فوق موحل وش يخدم معي شي واحد من غير ريدة زي دي ستايلس ديالنا تبارك الله علي اللي يبقى يلبسنا في الكليب وكينة أبو بكر اللي مقابل لسوشيال ميديا من ناحية ديالي استيديو را كانوا يجد استيديو ديالي يعني الأغنية اللي يمسجن اننا نقدم شاء الله را يكونوا ديالي أنا مين غدير هاد هاد استيديو؟ يعني من الحفلات من الصهرات من الديسك الحمد الله كان طلعوا في فستيفال ولكن ماشي ما كان ندخلوشي تصندق درجة أننا نعمل السيديو ديالنا أنا كان عندي واحد خدمة كان خدمة والحمد الله شويش بشويش را فديس في ألفين وعشر عارفينك تتغني؟ يس ورا فديس من ألف وعشر ماشي اليوم ما كفحنا وكان الحلم ديالي نعمل السيديو ديالنا والوالدة وفقس أناستيني وحب فلاصة فدار اللي غادي نعمل في السيديو ديالنا يعني عائلة مسان دينك ماشي مسان ديني انا الام ديالي محافظة شويش الاب ديالي كان يقطع لي الدفاتر اي دفتر كان كتب فيه فاتش في 2011 2000 درش لا بلاتي تقطع لي الدفاتر لتكتب فيهم موسيقى ماشي ديال القرائي لا مش ديال القرائي بالعكس الوالدة مسكن كان الله العاد يمنى كان يقطع من الحمد يالو وشيقرينا نعم وصدق كان اي دفتر كان كتبوه ما كيحمل الشيء لش كنعمل الموسيقى وقريتي شوية ولوالو شوية 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 انا عارفك صاري بقراية بزان انا متتعدل الحاجة المهمة عندي هي الفنان يكون قاري ايه صحي شوف القراية والتربية مهمة بالنسبة لي الشي الاخر بعد تيجي تيغطي على لبزاف تلحويش اشتي واخر ما تكونش الموهبة يكون التقافة ويكون الأدب ويكون سواب تيغطي على لبزاف تلحويش ماشي مده واحد ما تنظرش عليك تيقول لا تقافة لا زين لا والو كي بغيتي تحبوه او لا؟ تبارك الله عليك انت يا غابور انت الان كي تشوف راسك يعني كيفاش انت تضيفش حاجة لسعين هيب هوب في المغرب لعنا هادي عشر سنين أو تنشر سنة كان الموفمون نايدا كانوا فرق بانو كانوا ستيلات بانو فنانين بانو بعد نايدا ما بقتش نايدا جات هاد الموجة دي الاغنية المغربية شها شبابية الراب ما بقينش انسموه على الدراري تراب حل بدات التفا القادية واش الاعلام اللي تفاع عليكم واش الجمهور ما بقاش متبعكم بل عارس كينا الجمهور تراب ناس اللي يسبقونا الراب ناس اللي يسبقونا الراب هما اللي غطوا لليماجين لانا مبغوش يخليوا الناس يبانوا اللي ماجين موراهم دايما يقول لك اه ما كيناش دراري ناس اللي يسبقونا اللي غطوا علينا وما كيناش الدعم يعني ما كينش واحد كي يسبونسوري كل شي دا بل ساجأنا الاغنيات اللي قسمي الوزلي كي ما قلتكو والجمهور باقي خير شي نيخصم يزيدوش اضافة اصنا الراب نعم ايدان اسماعي الفخر الدين يما ديالي احنا تندوي على الرضاة الواليدين يعني الواليدة ديالي قلتي سنداتكو وعطاتي قاطع تك اه شي بيت ولا معتش نوف باشت 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 ستجو ديالك كنت قل الله شكرا بزاة كنت تهدي لقال نعم انا مرضي الواليدين بزاة والله والواليدة ديالك قانت معايا كنت تشوف الرضاة ديانان كيفاش مرضي يا عليا تسميت هالحاجة؟ عايشة اللي عايشة رضي عليناكو ان الله كنت تسمع لنا مباشر كنت تسمع لنا ضروري والدعي معانا و الله يخرج سربي سنا وانا الواليدة ديالي ما عمرا ما عمرا زع ما صار حد الله خسرت لي الخاطر في شي حاجة ودائما قسكولي لهذا رمزي انا في كل الصباح في كل عشيات اسماعيل الله يرضى عليك الله يرضى عليك سعدات كيم مديالي اسماعيل فخر الدين ورجع لكم على موزايك رجعنا لي قبل ما نودعوك ونسمعو الاخر قطعة هي عمري مضنيت يعني انتايا الان صفحار لش مالخديتيش اسم قصير يعني اسماعيل فخر الدين مادرتش الدوندين دوندين وانا معدن واحدا قاصح لا انا اسماعيل اسم ديالي حقيقي فخر الدوندين اسم افنقى هيدا antioxidants اللے حافظ اللا حافظك ان entregاو ديندر اعمالي الله وعلم بالله لا ومن تصبر الاعبان Babe lebreault الله العزيز بزاك الديندين Öabsenta اللا هلعدنا قطلى هيدا موما تصير قوليا انا مرحبة بك إذا اسماعيل فخر الدين تنتبنلتك التوفيق سفحارة علموثي وصته اسماعيل فخر الدين في انستغرام يوتو فيما أتصمع إتبارك الله عليك حسنو تبغي تقول لي téléك المستمعين ميديان والنس اللي ما تيارفوش راب و ما تيفينوش راب و ما تيبغيوش راب حسن تقول ليومي ماذا يا اسماعيل الناس اللي ما يبغيوش راب كان قولهم سمعوا عا تحكموا راب في حال الإنترنت الإنترنت فيما ما تكون اللي بغيته ستتجبروا حاجة من زيانة حاجة عيّنا حاجة نيقاتيف حاجة بوزيتيف كذلك الراب كان لديه رسالة وكان لديه رسالة وكان لديه خارب أقعي غيدس في الراب والفان ديالك نقول لهم خليكم معايا أنا بلا بيكم مساوي والو نسوا معهم والي وصلتوني عن منتصر وغادي يسوصلوني إن شاء الله نستهل المحطات شكراً بزف استهل الراب نتأيد كينا نلاتوش ديالك ونكن كيفاش نطبع الاسم ديالك في الراب يعني شنو ما غا بغيش تدخل عليه تحسينات تدير عليه شي حاجة شوف أنا حالياً بقي مازي تدخل شي حسينات بالحق كان واعدك منتصر مرة إلى آخر يلجس عندك معلوم غتجي مرحبا إن شاء الله شكراً بزف غادي تسمع شي حاجة في شكل بزف لأن خدامي لأشي حاجة جديدة ما مخصني شي نقول لأشي حاجة جديدة حيث الجمهور باش ميتسخلعش يقول آه شني عايجي بش حاجة مكينة شي نعم وإنما مجل شي حاجة جديدة كينا إضافات جدادين لأنه ميك يكون سيديو ديالك را كتسخدم بقانة ماشي قد تدخل كتسخدم بساعة أو لا بالنهار كتسخلصوا كيما طلعز كتسخرج هذي خد نخدموا لقانة ديالنا مجل شي حاجة وعراء الله المساهل الله يعاونك اسماعيل فخر الدين غنستمعوا القطعات عمري مضنيت ورجع لكم بعد الموجز الإخباري